مؤسسة حياة كريمة اعلنت النهاردة عن انطلاق قوافل وصل الخير يا ساق حلو قوي الاسم ده ده للمساعدات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية ضمن حملة اسمها حملة مليون كرتون ده بيجي في اطار تنفيذ لتوجيهات فخامة الرئيس لتخفيف عن كاهل المواطن الاكثر احتياجا وده بيجي طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك من النهاردة بدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين في مؤسسة حياة كريمة في كل محافظات جمهورية مصر العربية بايه بقى بدأوا يحملوا العربيات اللواري الضخمة الحلوة الجميلة دي بالكراتين وبالسلع الغذائية واللازي منه علشان هتخش تتحط في المخازن وبعد كده تتحرك بقى من مخازن ومجمعات ضخمة تبدأ بقى تتفرق وتمشي على الطرق علشان توصل لكل المحافظات ده دي مرحلة اولى من ضمن حملة المليون كرتونة يعني بدأنا من النهاردة طيب المحافظات بقى بتاعت المرحلة البحيرة بني سويف الشرقية كفر الشيخ المينيا خمس محافظات خمسة خمسة وخميسة حلو ده كده صباح الفل كده المرحلة الاولى مؤسسة حياة كريمة مؤمنة بان ليها دور مجتمع كبير تجاه المواطنين الاكتر احتياجا فكل المحافظات ما احنا بنتكلم هنا على حياة كريمة بمجتملتها حياة كريمة جماعة معمولة علشان خطر المواطن يعيش كويس علشان المواطن محدش يلوي دراعه علشان المواطن يأكل مظبوط يعيش مظبوط محدش يغلي عليه يتعالج مظبوط يتعلم مظبوط يشتغل مظبوط يشرب مظبوط يستخدم صرف صحي مظبوط يتفرج على التلفزيون ويستخدم الانترنت مظبوط دي حياة كريمة بمنتهى البساطة دون تعقيدات طيب حياة كريمة بتعمل ده في اطار من شراكة مع جهات كتير حياة كريمة مثلا وصندوق تحيا مصر بيواجهوا موجة الغلاء بقوافل السلعة